موسيقى حبايبي طلاب بريب 2 عمليني لغبار يا رب اكونوا بخير منهاردة بمشيهة الرحمن هنخش فليسون سيكس معكم الماسترو مستر محمد حلمي منهاردة يا حبايبي هنخش فليسون سيكس اللي هو اسمه فاكتورايزنج باي جروبينج مستر فكرة الدرس ده كله ان هو بيجيب لك 4 او 4 تيرمي لو هو مثلا 4x او مثلا 2x 5y 3x 2y مثلا ده حاجه من دماري كده كل اللي احنا بنعمله لو جاب لك اربع حاجه ازا كده احنا بنعمله حاجه اسمه فاكتورايزنج باي جروبينج احنا بناخد اللي شبه بعض ونعمله فاكتورايز زي ما اخدنا في اللي شبه يعني يا مستر يعني عندك ان دي فيه اكس مين تاني فيه اكس ايها مستر فانا باخدهم بره وباكتب لهم بقي لي 2 plus 3 ده انا بقولك كده فوريكزامبل يعني يا مستر تاني بقى كل انا بعمله بشوف فينه شبه بعض 5y و 2y بطلع الواي دي بره يا مستر ببقى لي 5 plus 2 وقت دي اشتار ما كده اسمه فاكتورايزنج باي جروبينج يا شباب لو عندي اربع حاجات انا باخده كل اتنين شبه بعض وطلعهم بره اي اتنين بقى مش فرق معي طب يا مستر امت اعرف اللي انا شغل بطلع دي لانا لو عندي فور ترمز يلا مش ها يلا مستر مندي عشوها انت عايزين نحل يلا عم انت ملك من السعجل كده ليه يلا بينا عندك مستر اي اكس هنا في اكس وهنا في اكس خل اللي شبه بعضه اكس و اكس هكتبها بره ويبقى مستر اللي مبقي لي اي بلاس بي نفس الكلام واي واي المقرر الواي هكتبها بره كده يا مستر واللي مبقي لي اي بلاس بي عشان تتأكد اللي انت ماشي صح بص هتلاقي هنا اي بلاس بي وهنا اي بلاس بي تلاقيهم شبه بعض هتبقى انت عامل فاكتوري الثاني اللي انت تكتب ده مرة واحدة بس بتبتع براكت كده اينا اللي مبقي لك اكس بلاس الاي الواي حد هيجي يقول لي يا مستر طيب انا كان ممكن اخد الاي مع الاي مش هتفرق خد اللي شبه بعضه خلاص خد اي حاجة يا عام رايحني عام حاجة اللي انت تحلي صح مش هتفرق اي و اي بص هتاخد الاي دي برا هتبقى اكس بلاس واي المبقي لك يعني بي و بي هتاخد البي دي برا هتبقى لك برده اكس بلاس واي اي دا مستر مش اكس بلاس واي و اكس بلاس واي هتكتبها مرة واحدة بس وتكتبه مبقي لك دول بص اي دا بتقول لك نفسي الناتك مش فرق يبقى فكرة كلها انت بتاخد اي اتنين شبه بعضه وتاخد الفاكتورايز بتاعها بس انت بتعمل فاكتورايز مارتين اي بي مينس بي دي يا مصر البي مقرارة هنا وهينا اي مينس دي بلاس اي اتش مينس دي اتش هتاخد الاتش دي اللي مبقي لك انه اي مينس دي بتتأكد مال انت صح ان دول شبه بعض يا مصر شبه بعض هكتبها مرة واحدة بس واكتب انبقي لي ده بي بلاس اتش هو ده ايوه الله هو ده بتاعلي هنا مصر ايه وايه او طلعتوهم برا بلك ام مينس ان فمصر ما دي ام مينس ان ما فيش اصلا حاجة متشابه لما فيش حاجة متشابه ما بينهم هحاطهم جوا براكت كده وخلاص يبقى انا حاطتهم جوا براكت كده وخلاص يبقى لو ما فيش حاجة متشابه حاطتهم زي مهم جوا براكت طب تعالى كده بص مش ال براكت ده شبه ده يا شباب بكتبه مرة واحدة بقى لي هنا ايه؟ طب يا مصر ما كانش فينا رقم لا يا باش ماندس خلي بالك ان هنا في وان بس انا مش بكتبه اكس واي بلاس فايف واي خد الواي مع الواي اهي يبقى لك اكس بلاس فايف بلاس طب يا مصر ده هنا مفيش حاجة متكراره خلي بالك لو ما فيش او سوري لو لقيت هنا رقم وهنا رقم هنرجع للفاكترايز العديم هنعمل لهم ديفايد سيرت فايف ديفايد سيفن سيرت فايف ديفايد سيفن نفعد بفايف يا مصر فاكر اللي احنا شرحناه في السيشن بتاعت الفاكترايز بتوين دو كيوب يا مصر هنا ده متكرر اللي ارقام اللي متكرره هعمل لها ديفايد وشوف نفعته لا نفعت يا مصر يبقى اخد السيفن دي برا ويبقى له هنا اكس بلاس فايف يا مصر شبه بعض يبقى هكتب الاكس بلاس فايف دي مرة واحدة بس وهنا يبقى واي بلاس سيفن يبقى يا مصر يبقى هنا في اول اثنين لو لقيت ما فيش او لو لقيت في هنا رقم وفي هنا رقم الاول يعمل لهم ديفايد يعني يعمل توني ايت ديفايد سيفن هتبقى فور يبقى نحط السيفن دي برا هتبقى اكس ماينس وانشيل دي هنحط ما كانها فور وهنا مصر ايه وايه هنحط الايه دي برا يبقى لقى مصر اكس ماينس فور ايه المقرر اكس ماينس فور و اكس ماينس فور ايه ايه المبقى الي سيفن بلاس ايه يبقى شباب لو انت لقيت رقم مقرر هنا وهنا اعمل لهم ديفايد يعني عندك هنا شباب اهو ده وده رقم مقرر هنا وهنا اعمل الكبير ده ديفايد صغير 10 ديفايد 5 ب2 فبنطلع ال5 دي برا l-2m لص ايه المقرر هنا الايه خلي بقى لكم بقى اعمل نقطة مهمة جدا اعمل نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا لص 2m ايه ده مصر دي بقى تركاية من تركات الامتحان اعمل انا مصر نفس البركت ركز نفس البركت لكن الصين مختلفة يعني دي بوصيف و دي نيجاتيف و دي نيجاتيف و دي بوصيف هقولك بقى لحاجة لو انت لقيت حاجة زي كده x-y و انت عايز تبدلهم تخلى y-x في واحد بس هو اللي بيقدر يغير مكانهم عارف انت كده كلاوي الجينيوس بتاعنا الوحيد اللي بيقدر يغير هنا يا شباب هو العوة جي العوة حضر هو يبقى لو انت عايز تغير مكانهم حط بس نيجاتيف من بره هم هيخافوا يعني لو انت بس اللي عندك كده l-2m لو انت عايز تغير مكانهم هتلقهم العوة اللي بيخوف حط النيجاتيف دي من بره هتلاقي هم مكانهم تعكس تبقى 2m-l يبقى انا يا مصر هنا لقيته هو هو نفس البركت بس صايم مختلفة عارف هتعمل ايه شايف البصصة في اللي بره دي اشتب عليها كده واخليها نيجاتيف تبديه كده لقيتها 5 l-2m تبقى 5-l 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 والتانية b-l في البوستف عادي تقدر تبدل ما بينهم يعني دول كده نفس الحاجة لكن في النيجاتيف ما قدرش وقالتلك في النيجاتيف لو عايش تثبتهم سوف تبقى 5-l سوف تثبت عن طلب النيجاتيف وابد المكانهم عادي في البوستف عادي مثل بعض هم الاثنين نفس الحاجة وهذه تبقى مرسي بلس ايتش لكن مشكلتي اميسر كانت لكن مشكلتي اميسر كانت لازم اغير ركز بقى معي في حاجة ازاي كده انا ميستر ايه المكرر هنا ايه و ايه هاترو دل ايه دي بره يا ميستر وده يا ميستر باورتو هتوار منها واحدة هتبقى دي ايه بلاس تو بي ماشا يا ميستر حلو الكلام باورتو مانا سي باورتو ايه ده يا ميستر هو البراكت ده هو هو ده اطلاقا يا ميستر ده مانفرومش زاريت حاجة شبه بقى ده ايه بلاس بي وده بي سكوير مانا سي سكوير يعني اللي فات غيرنا الصعي لكن ده يا ميستر ايبقى انت هنا وقعت في الخدعة في التريك ودي كده اصعب فكرة في في يا شباب يبقى انت اول لما تلاقي رجلك جات في الحفرة اول لما تلاقي رجلك جات في المسيضة او لا نفسك اوه طب ادي خدع ميستر اللي عليها طب يا ميستر هنعمل ايه هنا بقى ركز معي هتحط اول ثلاثة دول بس كده في براكت وتعمل لهم فكترايز بالكالكليتر زي ما احنا كنا متعودين في اول لسن لو ايه ميستر بندوس مود 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 واندخل الميستر اول رقم جنبي ايه باور تو وان كنا 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 وهشغل شغل فاكترايز لان امسر بديو سمود 5-3 او مود 3-3 على حسب الكالكوليتر بتاعتك ويطلع لك 3 ارقام زي كده تدخل 1 2 1 اللي هي الارقام اللي موجودة عندك في المسألة مش اطلعت لك negative 1 اطلع لك رقم واحد بس لو negative 1 شباب انا عملت شغل فاكترايز زي lesson 1 بالزبط هنا بصر 1-2-1 رقم نطلع لك negative 1 قلتلك لو طلع لك رقم واحد بس يبقى انت هتعمل براكت واحد بس انت كانك شغال فاكترايز عادي جدا يا شباب هنا في A وفي B سوف نضع A وفي B سوف نضع A وفي B سوف نضع بصر 1 طبعا يا شباب بالبصر 1 انا مش بكتبوا بصر 1-C باور 2 لما تلاقي شكل زي كده معلش هتفكة شوية وتقيلها شوية بس اكد وزيد عليها تاني هتبقى انت فاتحته براكت تانيين هتكتب براكت دا زي ما هو A plus B و A plus B ودي مرة تخليها نجد في C ومرة تخليها بص في C بس بعدها كده يا شباب اصعب تركة هتقع فيها ايه يا مصر لانا باشتغل شغل عادي جدا لقيت نفسي رجلي جات في الخدعة ما عرفتش اكمل يبقى تشغل بقى ايه لانا مصر باخد اول 3 احطهم جواب راكت باك يا مصر بعمل فاكتورايز وابتدى اشتغل بقى دي كده كانت اصعب حاجة يا شباب موجودة في الفاكتورايزنج باي جروبنج احنا كده يا شباب خلصنا فكرة الفاكتورايزنج باي جروبنج لو بيديني اربع حاجات باخد كل اتنين شبه بعض وخلص اشوفكم على خير رب اكونوا بخير